مرحبا برج العذراء بشكل عام قبل ما ادخل في الكارتات اليوم لحد الان قراءة برج العذراء هي المفضلة لدي لان الطاقة فيها طاقة امور تحدث معانا طول الوقت ولكن احنا نخلي مشاعرنا تغلب على عقلنا فهاي القراءة مثال جيد لهذا النوع من المشاكل اللي نشوفها في الحياة اول كارت سبب الفراق ثريف بنتيكلز مع كوين اف وانز ارى انك انت يا برج العذراء احتمال الكون العكس بس اللي اشوفه هني انه انت كان دخولك قوي في حياة الحبيب كنت داخل حياته بكل عزيمة واصرار انك تغير جوانب تعمل معاه على تغير امور في حياته الروتينة اليومي اللايف ستايل او طبيعة حياته وطبيعة عمله كنت داخل بقوة يعني تب تغير الامور اللي معاجبتك في الحبيب الامور اللي يبغي لها تطوير وانتباه انت داخل بقوة وايضا اشوفك شوي عنيد وعندك رؤية معينة للامور ولازم الامور تمشي حسب اللي انت تشوفها راح اخلي الكرت شذي عشان نشوف كرت الحبيب او سوري سبب التأخير king of wands nine of pentacles هذا الشي لم يفلح عشان شذي صار انفصال الحبيب كان ردة فعلة ان كان ملتزم ووضح لك انه يحب يحافظ على حقه في حياة العزوبية يعني يحافظ على حريته حياة الخاصة الامور اللي تعود يسويها حياة العزوبية بكل خياراتها وجمالها والحرية اللي فيها الحرية nine of pentacles طاقة الشخص الاعزب الذي يتمتع بكل البذخ والرخاء والفرص في الحياة انت حبي تتغير من طريقة حياة الحبيب من اسلوب حياته نمط حياته هذا الشخص طالعك في عينك وقال لك لا الامور لن تمشي بهذه الطريقة معاي انا وهذا هو سبب التأخير انت ملتزم بحقك في تغيير ما لا يعجبك في الحبيب والحبيب ملتزم بالابقاء على حقه في حياة العزوبية وحق التصرف فالقراءة شوي مضحكة بالنسبة لي المهم نروح الى مساعرك تجاهها تصير مثل القصة انت لم تتوقع هذه ردة الفعل من الحبيب ما توقعتها صدمتك غيرت بالنسبة لك امور كنت ممكن تشوفها كشريك لانا عندنا الكنك والكوين اثنينهم من نفس الفئة فكنت تشوفها كشريك ومساوي لك شخص تقدر تبني معاه حياة ولكن ردت فعله من هذاك الموقف خلت تغييرك خلت تفكيرك يتغير بخصوص هذا الشخص فاما انك قررت ان تخليه يحتفل يرجع لحياته الطبيعية ثري وفكوبس يرجع لحياته الطبيعية وترحل انت عنا لان انت شنك تقول ليس من العادل ان اكون انا في حياتك وفي نفس الوقت الاخرين والسهرات والسفرات وحياتك العادية كعزوبي موجودة ايضا ليس من العادل فانت اتوقع انك قررت انك ترحل او عطيت اختيار احتمال هالشخص في الفترة السابقة اختار خطأ اختارني احافظ على حياة العلاقات المتعددة والسهر وال والتعارف والتواصل مع الاخرين اوكي فهذا اللي سبب الرحيل مشاعره نحوك بعد ما انت رحلت رحض هاي الصورة بعد ما انت رحلت هذا الشخص كل الخيارات التي كانت موجودة امامه لا تسعده بعد الان تعيس وحس انه خسر السبب الحقيقي الوحيد لسعادته الا وهو انت هو فعلا حافظ على حياة الطبيعية التي لم تكن موجود انت فيها ولكن خسرك انت فاسوأ مخاوفة تحققت لان لم يتوقع انه عندما يخسرك انت يخسر هذا الكم من السعادة او هذا الكم من الاستقرار فوجد نفسه مضطر ان يختار مضطر ان يقطع اشخاص مواقف عادات معينة في حياة السابقة عشان يقدر يحصل على سعادته معك لان اذا ما سوه الشيء هو عارف هو عارف اذا لم يستخدم سيفه ويقطع هذه الاشياء انت لن تعود او المياه لن تعود الى مجاريها بينكم نية مثل ما قلت لك هو راح يسوي هذا الشيء يقطع الاخرين ولكن خلنا نوضح شيء معين عندما يتعود الشخص على اسلوب حياة معين جدا من الصعب ان يتخلى عنه عندما يتعود ان يرجع الى المنزل ويلاقيك فيه ويكون سعيد معاك بس في نفس الوقت تكون عنده حياة ثانية حياة فيها زملاء عمل صديقات بغض النظر عن اسلوب حياته الخاصة ولكن يحتفظ بالاثنين في نفس الوقت التغيير من هذا النوع صعب فاراه فعلا سوف يختارك وفعلا انت سبب سعادته الرئيسي ولكن سوف يكون حزين بعض الشيء لان مضطر يترك الخيارات الاخرى او يقوم بالكثير من التضحيات في سبيل ان ترجع علاقتكم مثل بعض او تأسسون مع بعض شيء مستقر عشان خلي العلاقة تستقر معاك رح يضطر انه يخسر اشياء لو كان الامر بيده يعني ما رح يتخلى عنها ولكن لان انت عطيته مثل الخيار يا انا يا حياتك السابقة او حيات الخيارات المتعددة عندك ولكن في الوضع الطبيعي هذا الشخص لن يقوم بالاختيار الخطوة القادمة في حياته بعد ما يتخلص من هؤلاء الاشخاص او العادات السيئة عنده في الماضي مو احتمال تكون عادات سيئة لانه ما شفت كرت الدفل احتمال تكون مجرد اشياء انت لا تعجبك في الحبيب او في نمط حياته احتمال تكون انت محافظ هو متحرر او العكس بعد ما يصير هذا الشيء ان شاء الله ارى ان انتو اثنينكم علاقتكم راح تكون متجها نحو استقرار اكثر بداية جديدة هذا الهدوء والاستقرار الذي ستواجهونه بعد الانتقال من هذه المرحلة راح يخلي الحبيب مستعد انه يعرض عليك شيء اكثر من الالتزام اللي قاعد اسمعه كلمة الالتزام يعني احتمال يكون ارتباط خطوبة يتقدم للزواج فعلا يقوم بالخطبة او بكتب الكتاب فهذه هي المرحلة القادمة بالنسبة لك ولكن عندي نصيحة اخيرة في قلبي سمعتها اثناء خلط الاوراق لازم اقولها لك ما بين السابق كنت انت العذراء queen of wands والحبيب king of wands اثنينكم عندكم شغف واثنينكم تحبون التحكم واثنينكم عنيدين واثنينكم قويين في رأيكم ونظراتكم للامور ولكن احس التارو يقولك ان العكس من الذكاء انك تكون عقلاني اكثر يعني خلي الحبيب يكون يطلق العنان لنفسه في بعض الامور عطى حريته ولكن استخدم ذكائك العاطفي كن اذكى مننا عاطفيا كن اقوى مننا عاطفيا كن المرسال عاطفية التي تثبت العلاقة يعني عطى كم معين لازم تعرف الكم المعين من الحرية والثقة لكي هذا الملك وهذا الشخص لا يحس انه خسر جزء مهم من حياته ومن نفسه في نفس الوقت لا تعطيك كل الحرية لتكون العلاقة صائبة او بدون حدود لازم تعرف البلانس استخدم ذكائك العاطفي لكي تكون انت الاقوى في العلاقة فتحتاج لنا شوي تغير منطقتك منطقة كوين اف وانس عنيدة تحب الافعال تحب التدخل تحب تلقي الاوامر الى الذكاء العاطفي الدبلوماسي وراح اسحب لك اخر كرت يا برج العذراء هو كرت النصيحة كرت النصيحة لبرج العذراء في قراءة عودة الحبيب اول كرت يسقط او ينقلب هو بالعادة الذي اختاره نصيحتك اليوم اكثر شي قاعد يشد انتباهي في هذا الصورة الارتباط بين التنينين يعني هم مرتبطين ولكن ليس لدرجة الاختناق في جزء من الحرية هذا التنين ينظر في هذا الاتجاه هذا التنين ينظر في هذا الاتجاه عندهم نوع من الحرية فارى انك مثل ما قلت لك تقريبا نفس الرسالة اللي قلتها لك لازم تعرف الحد الصحيح الامونت الصحيح الكمية الصحيحة من الثكاء العاطفي من انك تجمع بين الحرية وبين الالتزام مع الحبيب بين انك لازم تعطيه ثقة كمية من الثقة في نفس الوقت تطلب كمية من الادائك تطلب كمية من الالتزام منه انت اقعد مع نفسك وحدد ما هو ما هو البلانس الصحيح التوازن الصحيح عشان تقدر تنجح العلاقة مع هذا الشخص شخص احب حريته هذا الشخص هو ليس لعاب ترى خلا نوضح نقطة واحدة هذا الشخص ليس لعاب هذا الشخص يحب يجدد طاقته بالتعرف والاحتكاك مع اشخاص عديدين يحب ان يكون حوله الكثير من الاشخاص يحصل على اهتمام هذا الشيء يساعد ان يجدد طاقته فلما يرجع البيت يكون حبيبك انت او لما يرجعلك اذا كنتوا غير متزوجين هو يعلم بان انت الحبيب انت المنزل انت المأمة بالنسبة له لانه يثق فيك ويثق في قراراتك يعني وصل لمرحلة الاحترام والثقة وليست لمرحلة الاوامر والطلبات يعني عرفت فاكسب ثقة هذا الشخص خليه يحترمك واحترمه خلي الثقة والاحترام يكون متبادل عندما تتخلص من هذا الشد الشد اللي افعل ولا تفعل هني انت راح تكون انت والحبيب في السلام اتمنى لك التوفيق عزيزي اتمنى لك التوفيق اتمنى لك التوفيق